اشتركوا في القناة نستمع الآن لقصة الفنان صاحب هذا المعرض الجميل أستاذ غالب العلوي وهو من أهالي بلدة القديح بمحافظة القطيف درس برمجة حاسب آلي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض شارك في مهرجان جزيرتنا خضراء بتاروت فلنحييه وبالمسمى بالانجليزي وكانت بداية ظهور هذا الفن في عصر الدولة العثمانية وهذه بعض الأعمال كلها يدوية من الصفر بديتها وعبارة عن بداية أول خطوة تقطيع الخشب والمرحلة الثانية سوى فيها الإطار خفيف مع الصنفرة مع الباية أو داخل ألوان أكريليك بعضهم بالخيش أو بالجلد وبعدين تثبيت المسامير والمرحلة الأخيرة اللي قبل الأخيرة تركيب الخيوط والإضافات الثانية الكتابات أو الزخارف بالإكريليك أو بالإستيكر أو مثلاً مثل لوحة العروس هادي يمركب عليها كماليات الطرحة العاقد الورد وتتعدد الأفكار فيها وتقريباً هادي أصلافي أخذت صدف كسرته وغريته فيها هادي قلعة التاروت اللندن هنا في القطيف طبعاً كل ما تبت هادي كلها ألوان أكريليك البنية وخليت السماء مع الغيوم وكل ما ترجع شوي إلى وراء يبين معك تفاصيلها أكثر تختفي الزوايا تختلف معك الرأي والعمل يأخذ تقريباً من يومين إلى خمسة أيام على حسب التصميم والمقاسات بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألف مرحباً بكم جميعاً معاكم غالب العلوي يشرفني ويسعدني أن أحضر بمثل هذه الفرصة من المهندس جعفر الشايب لأن أكون معكم الليلة في منتدى ثلاثاء ثقافي بدأت رحلتي مع مسماري الأول عندما طلبت شقيقتي مني لوحة تزين بها غرفتي فأتتني فكرة من خارج الصندوق بأن أعمل لوحة لم تدخل فيها الفرشاة والألوان ومن هنا خرجت بأول لوحاتي وهي لوحة حصان من خيوط ومسامير تعانقت وتشابكت بكل دقة وإدقان وعندما انتهيت من لوحتي وعندما انتهيت من لوحتي وجدت نفسي قد انجذبت إلى هذا الفن القديم والفريد من نوعه وسرعان ما تحول هذا الانجذاب إذا شغفاً لهذا الفن الأجيب فعملت لوحات لأولادي وأولاد العائلة وشيئاً فشيئاً وجدت نفسي أنافس في مجال هذا الفن المتفرد بمساعد عائلتي وكان والدي داعماً لي في عمل المسامير كونه نجاراً وأيضاً زوجة التي ساعدتني من خلال دعمها المستمر والدائم لي والتي أصبحت أيضاً شريكة شريكة لي في هذا المجال ويدي اليمنى التي تعاونني لعمل لوحات تصنع ذكرى من المسامير في عالم زبايني وكان مهرجان جزيرتنا الخضراء المقام في جزيرة تاروت بالربيعية بابي الأول لعرض لوحاتي الفنية في المنطقة وبتوفيقاً من الله استطاعت هذه اللوحات أن تخطف أنظار الزائرين حيث أصابهم الإعجاب والإنبهار مما قد يصنعه هذا الفن المكون من المنطقة ومسمار وخيوط وفي الختام وكما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس شكراً لجميع شكراً لإستضافتكم وشكراً لوقتكم واهتمامكم وأحب أن أقدم لمنتدى ثلاثة هدية المتواضعة لمنتقاكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة